اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة وليل عهد نائب القادر على نائب لولي رئيس مجلس الوزراء على ما تمتلكه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من امكانات التكامل بما يتيح لها مواصلة تعزيز موقعها في مختلف المجالات مشيرا سموه الى دور المنشأة الرياضية المتميزة ذات المستوى العالمي كحلبة البحرين الدولية وحلبة لوسيل الدولية في دولة قطر الشقيقة وحلبة ياسمرينا في دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة والتي استطاعت ان تحقق نجاحات هامة بكوادرها الوطنية والتي كانت محل ثقة في اخذ زمام المبادرة في التنظيم بهوية وطنية لمختلف السباقات والبطولات الدولية التي يتم استضافتها جاء ذلك لدى زيارة سمو حفظه الله اليوم يرافقه سمو الشيخ عبدالله بن حمد بن خليفة الثاني نائب الامير بدولة قطر الشقيقة واسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى للعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس العلا الشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وايضا سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وعدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء وكبار المسؤولين من الوفد المرافق لسموه وذلك إلى حلبة لوسيل الدولية حيث اطلع سموه على مرافق هذه الحلبة ومواصفاتها الدولية لاستضافة البطولات العالمية وأشهد سموه بالسمعة الطيبة التي حققتها حلبة لوسيل في استضافة البطولات الدولية للدراجات النارية مبديا اعتزازه بهذه النجاحات التي تعزز مواقع الحلبات الخليجية في الشرق الأوسط خاصة وأن رياضة المحركات تمثل اليوم واحدة من أهم الرياضات التي استطاعت أن تروج للمنطقة لما لها من مردود إيجابي على الاقتصاد وسمعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كوجهة عالمية